رشقات من الرصاص تستهدف أحد منازل الأكاديميين في قضاء كوميت بميسانة من قبل مجهولين في حادثة ليست الأولى من نوعها في المحافظة نحن لا نطلق للأي واحد ولا لدينا مشاكل ولا داخلين بالأحزاب ولا واحد يطلبنا يعني تفاجأنا بالوحدة ونصف الليل صار علينا العتاء بعد ما طلعنا ما لقينا شيء أحد بسيارة ضربنا وراح دراجة ما عرفنا لقينا بيتنا البيبان مشردة والمطبخ نحن معروفين بالمنطقة والمحافظة حتى على مستوى البلد عائلة علمية عائلة أكاديمية ناس مستقلين ما عدنا مشاكل مع أي جهة سواء كان والدنا أو أنا شخصيا أو أخواني الولد الدكاترة ما عدنا أي مشاكل مع أي جهة من هذا المنبر ومن منبر القرآن الشرقية نطالب القائد العام للقوات المسلحة أنه ينظر لهذه المنطقة لأنه كثير من التعرضات صارت بها وطالب والد الدكتور الجهة الحكومية بضرورة توفير مركز شرطة في هذه المنطقة لبعدها عن مركز القضاء وتفعيل الجهد الاستخباري والأمني والقضاءي على هذه الظاهرة المنطقة والله إحنا السحادية المركز ما عدنا شرطة تدوين قاعدة بكمويت يعني أي حادث يصير ماكو شرطة عدنا مركز بس المغر مالي ماكو بنائه هنا مودينا مقاعدين بكمويت إحنا شيء الفائدة مثل التحض نار اللي بينها وبينها وبين الشط المركز بكمويت قاعد وإحنا هنا صار الحادث وراح ماكو تكرار استهداف الأكاديميين والمثقفين في المحافظة وسط خروقات أمنية من قبل جهات مجهولة بين فترة وأخرى يشكل التهديد الأكبر على أمن ميسان واستقرارها بحسب مراقبين لشرقي نيو سناء القريشي ميسان ترجمة نانسي قنقر